موسيقى فقرة بتحكي عن ملتقة 180 درجة شو يعني 180 درجة؟ شو الموضوعات اللي بيترحها مؤتمر 180 درجة؟ شريحة الهدف كمان اللي راح تكون كل هاي أسئلة راح تكون أو جاوبنا عليهم نردين أرملي مستشارة لاقتصاد العالي صباح الخير يا نردين صباح النور أهلا وسهلا فيك أول إشي بعدني كنت أحكي لك تحت الهواء ما خلاتش يعني موقع مبارح وأنا عم بشوف الأخبار وبعمل بريثنج على الصحافة ما شفتش الإعلان مبدئياً بس معني ما فهمتش ليش 180 درجة؟ تغيير طريقة تفكيرنا ب180 درجة بالآخر في عندك 180 دقيقة في الملتقى اللي من المفروض وإحنا كتير حبياً الخطة أن نغيرو لك درجة طريقة تفكيرك 180 درجة عشان نقلب شوي تفكيرنا في عدة أمور في الأمور الأساسية في العائلة عن العلاقات الزوجية تبعتنا عن الوالدية تبعتنا والحدود أمام ولادنا وعن اقتصاد العائل اللي هو مجالي طبعاً يعني عادة اللي بيشوف بوست على الفيسبوك أو إعلان هذا النوع بيشوف اسم نردين بيفكر أنه عن جد عم نحكي بس على اقتصاد واقتصاد أسري اليوم عم تيجوا بتقولي نردين لا إحنا فيه عندنا 180 دقيقة اللي رح يكونوا مخصصات لأكثر من جانب على أكثر من مستوى لنغير بشكل جذري سعر نحكي 180 درجة بشكل جذري شو رح ينتظر الأشخاص الحاضرين عن أي فقرات عم نحكي هتا نحكي كيف إحنا وصلنا للفكرة تبعية الملتقى من العمل الميداني من المجتمع من الناس أنا كتير مرات بقعد مع أزواج أو بيكون بمحاضرات وبتوجهولي في أسئلة بعدين وخلال الأسئلة هاي أنا بفهم أنه أساس الاختلاف بين الأزواج هو مش الوضع الاقتصادي ولا سلم الأولويات الاقتصادية مرات التحدي الكبير تبعها هو كيف نوخد قرارات مشتركة في العلاقة الزوجية تبعتنا ومرات التحدي الكبير تبعها هو أنهن بضعفوا أمام ولادهن والسعب عليهم يحطوا حدود قدام طلبات الأولاد فأنا بآمن بأنه كل واحد بالحياة تخصصه أنا تخصصي اقتصاد العائلي أنا مش محاضرة في مجال الوالدية ولا في العلاقات الزوجية ولأجل هيك ضميت شخصين رائعين منيرفا مزاوي في مجال العلاقات الزوجية ورغدة برانسي في مجال الوالدية كل واحدة رح تحكي عن مجالها فالهدف هو أنه نيجي نشمل المواضيع هاي كاملة في ملتقى واحد في محاضرة شاملة هتنقول على المواضيع الأهم بالحياة في هاي الإجابة أعطيتنا المعلومات كيف تلعت الفكرة كيف تم اختيار المضامين من تجربتي كمان الخاصة وأيضا اختيار المهنيين أو المهنيات هتنقول اللي رح يكون في عندهم ورشات في هذا الملتقى أو في هذا المؤتمر أو اليوم الدراسي أو شو ما بدكم بس ما حكيناش عن شريحة الهدف اللي ممكن تكون حاضرة أمام مضامين من هذا النوع هل الحديث عن نساء فقط رجال ونساء؟ لا الحديث هو عن رجال ونساء الحديث هو عن كل شخص بهمه أنه يعمل دوره في العلاقة الزوجية وفاهم أنه في عليه مسئولية أنه علاقته الزوجية بتجيش بتزبط هيك لحالها بدنا نشتغل معاها نشتغل عليها أنه الوالدية تبعتنا هو مش إشي منتعلمه ولا في المدرسة ولا بالجامعة ولا بأي محل فهاي أدوات اللي أنا بحب أني أخذها كل شخص بلاقي أنه العائلة تبعته مهمة لإله لازم يجي يحضر لأنه بدي يأخذ أدوات اللي هي بمجال العلاقات بمجال الوالدية وبمجال الاقتصاد العائلة الاقتصاد العائلة مش رح أحكي عن المصاري مش رح أحكي على كيف أنت بتأخذ هيك نصائح صغيرة على كيف توفر هون وغاد رح نحكي على عشر خطوات اللي فيها أنت بتغير تفكيرك في عادات وشغلات اللي إحنا متعودين عليها اللي مجبورين هيك نقلبها ونفكر فيها من وين جاي أنا جربت استفزك إما قبل حاول كنت شاهد حاولت أنا قلت حاولت لا مش رح أستفز أنا بالعكس أنا بدي أشير لنقطة حسب رأي كثير مهمة أنا بفكر أنه الملتقى من هذا النوع ومضامين من هذا النوع مهم تنترح قدام رجال والنساء وبالتحديد الرجال لأنه أنه نشوف اليوم العلاقات الزوجية في مجتمعنا ناردين هي علاقات زوجية تقليدية وبعيدة كل البعد عن مفهوم الشراكة اليومية على سبيل المثال في هاي الرؤية أنه الزلمة إذا بيشتغلوا بتعب تسع ساعات ولا عشر ساعات برة ما فيش عنده مسئولية بعد هدولة تسع أو عشر ساعات يرجع على البيت لشريكة حياة امرأة أو شريك حياة بشكل عام أو حتى شركاء حياة أطفال وهن شركاء هن مش أبناء ووالدية فقط على الآخر فعشان هيك أنا لما قلت لك شريحة الهدف تبعته هو كل شخص بيشوف أنه عليه مسئولية شخصية أنه عائلته وأنه علاقاته الزوجية وأنه الوالدية تبعته وأنه أطفال وهن جزء من مسئوليته كتير بحب إذا بيكون الملتقى الحضور عندنا نصف رجال نصف نساء ياريت نوصل لوضع اللي فيها كمان الرجال بيشوفوا أنه أنا من دوري ومن مسئوليتي أكون والد جيد من مسئوليتي أني أربي من مسئوليتي أنه علاقة الزوجية تكون سليمة ما بكف أنه أنا أتكل على الزوجة أو على الطرف الآخر أنه هو يهتم بهاي الأمور مسئوليتنا الشخصية والزوجية أنه نجي نهتم بهاي المجالات مع بعض ناردين بجملتين أخيرات يعني بدي أكون موضوعية المواضيع اللي رح تترحوها إن كان اقتصاد أو ميزانية العالي أو العلاقة الوسرية والزوجية أو وضع الحدود مطروحين حتى على الشبكة ديش أقول لك بصباحنا غيره بالإعلام قدي اليوم بتقولي أنت بتوجه رسالي في الختام للحاضرين لا مش رح يكون إشي مكرر مش رح تكون نصائح لإنتوا سمعين عنا قبل رح نجيب مضمون جديد لاكتساب مهارات مثل ما ذكرتي حتى الناس اللي كانت عندي بمحاضرة سابقة أنا بوعدكم إن المحاضرة رح تكون مختلفة ورح تحكي بتوجه اللي هو مختلف حقيقة أنا بحكي إنه هذا الملتقى ما نعمل ولا أي مرة قبله من هذا النوع جمع هاي المواضيع مع بعض في ملتقى واحد أول مرة بيكون أنا بآمن إنه إحنا عنا مسئولية اجتماعية مسئولية شخصية اتجاه مجتمعنا والمسئولية الشخصية اتجاه المجتمع بتيجي لمن أنت بتشوف إنه فيه شغلة بدها اهتمام وبدها علاج وبتأخذ مسئولية عليها وبتقيمها بتأمل إنه الحضور يكون واسع عشان نقدر نعيدها ونكررها في محلات تاني 11.4 ساعة 4 بشفة عمر بقاعات العوادية الحضور كتير كتير مهم رح يكون عظيم جدا ونشير كمان إلى إنه الزميل مصطفى قبله ورح يكون موجودك كشريك ورح يقدم كلنا إزراء رائع كمان رح يكون عندها فقرة ورح يكون الزميلة العزيزة من صباح عليها بالخير طبعا عشان يكتب للطاقب طبعا انتوا لازم تيجوا كمان عشان يكتب للطاقب إن شاء الله أهي تكرا جزيلا نردين أرملي المستشارة الاقتصاد العائلة بالفعل على هاي النافذة نتأمل بالفعل كل إشي فكرت فيه من ناحية محتوى وإفادي أيضا لجمهور الهدف من النساء والرجال يكون في هذا النهار شكرا جزيلا نورتين شكرا لأيكم شكرا